صياد يعرف ازاي اصطاد يعرف ازاي يرمي الطعم وفعلا صب على يدي اللص فتبضأ وصلى ركعتين فأزن المؤزن فأخذه مالك ابن دينار في يده وخرج به الى المسجد خرج به الى المسجد يتمش مع بعض كده الاثنين فقصار المصلون يقولون يا أبا يحيا من هذا يا أبا يحيا قال رجل جاء ليسرقنا فسرقنا هيا دي انتهاز الفرص يا ناس الصحابة انتهازوا الفرصة بعد ما خرجوا واللي يقول له ازايك عملتوا ايه في الثلاث سنين دول يقول له والله ده احنا كنا في نعمة من ربنا ده كلمة لا اله الا الله لوحدها تشبع يقول له ازايك عملتوا ايه في الثلاث سنين يقول له ده وجود النبي معانا ربنا اكرمنا الثلاث سنين دول اخر كرم اني شايفين سيدنا النبي ليل ونهار في وسطينا بدأوا يتكلموا في الدعوة انا بقول له خليك صياد واحد جاي يسألني عن مسألة طلاق ابدأ اكلمه عن الصلاة وعن حجاب مراته وعن دخول الجنة فرصة استرادوا انه هو يلتزم ويدخل في رحاب عبادة الله وحب الله انه يعرف ان المشاكل اللي هو فيها دي وتغير زوجته عليه سبابها معصيه وذنوبه هي دي يا ايها الذين امنوا وكونوا انصار الله وهي دي الصحابة خرجوا وبدأوا ينتشروا في الدعوة تعالا هنا كده وتعالا انت هنا كده اللهم صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وعلي صلى الله عليه وعلي صلى الله عليه اخوتي انا بحبكم في الله اتحرك يا ابني ما تخافش ما تخافش صلى على سيدك النبي صلى الله عليه وعلي صلى الله عليه وعلي الصعب انا بحبكم في الله اخوتي في الله اه الشاهد ايه ان الصحابة لما خرجوا وبدأوا ينتشروا في الدعوة طبعا كان الكفار والمشركين اللهم لا تشمت بنا اعداء ولا حاسدين يا رب العالمين انتوا عارفين قصة قصة الصحابة اللي كان اسره الروم وحبسوه ومنعوا عنه الاكل والشرب بتسعة ايام وبعدين قدموا له لحم خنزير وخمر فرفض يأكل ويشرب فلما سألوه انت مكلتش ليه فقال اما اني اعلم ان ديني يحل لي ان اكل واشرب حتى لو الثوت عنقه خلاص ايموت قال ولكني لم احب ان اشمتك بدين قال له انا ممكن اكون اشرب بس ما حبيش انك انت تشمت فيه وتقول شوف زليته لحد ما كان خنزير وشرب خمش ذلك الصحابة لما خرجوا كان المشركين فكروا انهم زلوهم وانهم هيخرجوا ويقولوا حرمنا ما حصلش خرجوا وانتشروا في الدعوة وبدأوا يكلموا الناس ويدعوا الناس ويختلطوا بالناس ويشرحوا عظمة الاسلام وعظمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المدة اللي عشى فسطيهم فزادت ضراوة الكفار ضغطوا على المسلمين وبدأوا يزودوا الازى ابو طالب بدأ يحاوط عن نبي اكتر لكن ابو طالب كان قد جاوز السمانين من عمره ما عنده اكتر من تمانين سنة والالام والحوادث الضخمة المتوالية وانزو سنوات ولسيما حصار الشعب اوهنت واضعفت مفاصلة وكسرت صلبة برضو بقول ان المحن والبلاية على الناس العواجيزي اللي زي حالاتي بتأثر في صحتهم آه بتأثر في صحتهم والله احيانا الانسان وهو يحس يعني الاحساس بالخوف والرعب زي ما قلت النهاردة كده الرعب على الاقصى يعني انا مش عايز اقولها والله ما راضي تيجي على لساني ان اتصور ان تمس حجرة طوبة واحدة من مسجد الاقصى تمس مش متصور دي لو حصلت دي يبقى الواحد فعلا تجيله سكت قلبي يموت طيب هنعمل ايه ومكتفين اللهم اننا نشكوا اليك ضعف قوتنا وكل تحيلتنا وهواننا على الناس انت رب المستضعفين وانت ربنا اسأل الله ان يفرج عنا وان يقيض لهذه الامة امر رشد ابو طالب خرج من الحصار مهدود لم ينضي على خروجه من الشعب الا اشهر معدودات واذا هو يلاحقه المرض ويلح به وحينئذ خاف المشركون طيب وحينئذ خاف المشركون سوء سمعتهم في العرب ان اتوا بعد وفاته بمنكر على ابن اخيه فقرروا ان يحاولوا مرة اخرى وان يفاوضوا ان يفاوضوا النبي بين يديه ويعطوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعض ما لم يقدموه من قبل ما لم يرضوا ان يعطوه ذلك قبل ذلك فقاموا بيفادة هي اخر محاولة في حياة ابي طالب لما رقت وما بقىش يخرج قالت قريش بعضها لبعض ان حمزة وعمر قد اتوا